بدأ مجلس النواب المصري أولى جلسات الحوار المجتمع بشأن التعديلات الدستورية المقترحة لماذا أقدم مجلس النواب المصري على هذه الخطوة؟ مجلس النواب المصري أقدم على هذه الخطوة نظر لأن هناك بعض التغيرات التي طرأت في المرحلة الماضية وبعض التجارب التي أثبتت نجاحها ولابد أن تستمر هذه التجارب في المستقبل أهمها تمثيل الشباب تمثيل المرأة زيادة تمثيل المرأة اللي نضمن وجود 25% من مقعد البرلمان للمرأة أيضا تمثيل زوج الإحتاجات الخاصة أيضا تمثيل اللي عاملين في الخارج هناك بعض التجارب التي أثبتت نجاحها والتي كانت تنص الدستور على أن تكون لمدة أو لدورة برلمانية واحدة ولكن تم التغيرات من أجل أن يكون هناك استمرارية لهذه الفئات موجودة في البرلمانات القادمة إن شاء الله نحطين الجلسات دلوقتي ابتدناها من النهاردة اللي هي الحوارية كل أسبوع يبقى عندنا الأسبوع دوت والأسبوع القادم ولكن إذا احتاجنا مدة زيادة أكيد هنفتح الباب تاني لأنها مش محطوطة بمدة زمنية قدمها محطوطة بالاكتفاء من عرض الأفكار الشعب هو اللي بيقير التغيرات والتغيرات لازم تتعمل نتيجة أن الظروف اللي عندنا تغيرت ما تنساش حضرتك إحنا عملنا دستور بعد صورتين ودائما في وقت الصورات بيبقى فيه أمور كتيرة جدا غير مستقرة بعد ما بتستقر بتقدر إنك تعدل بعض الفئات لكن لا تمس أبدا لا الحقوق ولا الحريات ولا انفصال السلطات عن بعضها يعني فيه أسس ما تتغيرش دائما الأسس دي لا تتغير يبقى الأمور بتمشي بما يتواكب مع العصو ما هي أبرز الفئات المشاركة في هذا الحوار المجتمعي جميع الفئات المصرية كميع فئات الشعب المصري بمعنى فنانين مثقفين علماء أدباء عمال فلاحين مواطن جاي بيعبر عن رأيه فيه عندنا جلسات استماع لمواطنين حيتم فتح الباب ليهم إنهم ييجوا للمجلس ويتكلموا جلسة حوارية شباب حييجي فيه عندنا برضو شباب حتيجي في بعض الجلسات علشان يتكلموا عن رأيهم أسمع أفكارهم إيه فكرهم إيه على فكرة أحياناً الجلسات الحوارية ديت بتديني مش أحياناً بل بالعكس يا دائماً بتديني بعض الملاحظات اللي كانت تغيب عني لابد أن يتم طرح التعديلات حتى يتم السماع لجميع الأراء في خصوص هذه التعديلات لأن الأمر متعلق باستفتاء شعبي فلابد أن يتم سماع هؤلاء الأراء حتى نضمن أن يتم الجميع يقوموا بالزهاب للتصويت لهذه التعديلات أي موضوع متعلق بالمجتمع بالدولة بأسرها بالشعب بأسره لابد أن يتم طرح الأحوار المجتمعي العالم كله بيغير في بعض الأحيان في بعض نصوص الدستور مش في كله طبعاً عشان يتواكب مع التطورات اللي حصلت في البلد بشكل عام في المنطقة بشكل أخص وفي العالم العالم كله مش مستقر حضرتك زي ما انت شاي